تقلق أبو جبل وتقلق محمد الشناوي قبل ما يتصابه من نجوم البطولة كنا لا كنا شلنا والوينش ومحمد عبد المنعم والوينش ومحمد احنا من مكاسب البطولة محمد عبد المنعم يعني هو كيروش فدنا في حاجات محدش ينكر فيه لعيبة جديدة ظهرت فيه لعيبة ظهرت كويزة ولعيبة مش ولا بود بس لا فيه محمد عبد المنعم ده مكسب كبير جيد فيه عمر كمال عبد الواحد انه هو في المركز ده يعني من نجوم البطولة فيه مهند لاشين لا هو عمل اضافات كلعيبة جديدة فيه عمر مرموش يعني لازم نحسن تحسب لكيروش برد بس لازم يكون فيه تطوير في الأداء الهجوم آه لسه كنت هقولك اعتقد انه بعد كم ماتش الاخرانيين دول بقى من الواضح والجالي جدا انه فيه تحسينات من المفروض يتم اضافتها وتدارك بعض مواطن الضعف زي ما انت لسه بتقول هل تعتقد انه هو هيتبع ده في الخطوات القادمة؟ والله هو فيه يعني حاجة طلع المقولة يعني اليومين اللي فاتوا بيقولون كيروش بيعند مع المصريين هو طبعا انا استحال اصدق حاجة زي دي بس استحال الاصدية تبقى يعني تبقى كارسة تبقى كارسة بالظبط لازم يبقى فيه يعني شدة ودن كده من انتحاد الكورة للجهاز الفني ولازم يبقى فيه اداء هجومي اكتر من كده مين من المهاجمين تتوقع ان كيروش يدموا الفترة الجاية؟ لا لازم افشة افشة محدش ينك يعني مش انقول احسن لعيب في مصر لا هو من احسن ثلاث لعيبة في مصر احنا عايزين مهاجم صريح المهاجم لازم يوصلوا واحد يعني صلاح مثلا ظهر اوي ايام برادلي عشان كان فيه ابو تريكا كان بيحطي له حسام حسن لو نرجع بقى اوي هو حسام حسن مع حفظ الالقاب طبعا عشان كان جنبه ابراهيم حسن على باك يمين محمد عمارة باك شمال بيحلموا البعض حازم امام تحتيه في المنتخب بيديله سرؤات في الاهلي وليد صلاح الدين وريض عبد العال عبد السطار الصبري فميت واحد بيخدم عليه هو عشان كيه هو حسام حسن محمد صلاح هو ما بيوصلش يعني احنا كنا فعلا محتاجين افشة يعني حتى مش هتلعبه اساسي خليه عندك تبديلة يعني انت شايف ان كيروش مستخلش وجود محمد صلاح يعني كلانك مزبوط جدا احنا شفنا مبارح مانيه خطير يعني مبارح طول البطولة مانيه خطير وفي الاماكن اللي هو اللي بيلعب فيها صلاح مش دي احنا صلاح مش شفناهوش في الفرص اللي بيجيله في ليفر بول يعني مش شفناهوش بيلعب على يميني ويخش الجوة بياخد يعني من يلعق اللي يساعده وليخد مع شغله وصلاح لا بالزبط ده اللي انت عايز تقول لا وبعدين متوظف غلط كمان يعني مش ده مكانه اللي هو بيلعب فيه ويعني انا مثلا زي ان انا جبت مثلا الطباخ خليته مثلا ينظفه اللي بينظف خليته يكوي يعني انا لغبطت الدنيا ببعض المهام كلها ده خلت فيه بعده اللي بيلعب ناحية اليمين لو وديته عالشمال ما يعرفش يوقف ما يعرفش يستلم صحيح فمش كل اللي عيبة تقدر تلعف كذا مركز طب ايه وجهة النظر لك يروش في ده من وجهة نظرك يعني انت شايف هو بيعمل كده ليه والله هي ملاش تفسير يعني يا ناس فصرتها انه هو بيعند فيه تفسير تاني بيعند ولا عنده رؤية جديدة احنا مش مستوابنها مثلا وارد وبعدين انا ليا رأي كده يعني دايما لو نلاحظ الحكاية دي اي مدير فني مركزه لما كان لعيف في الملعب بيحكم يعني على سبيل المثال مثلا كابتن حسام حسن اي فرقة بيمسكها من فرقة صغيرة كبيرة المصرية للاتصالات اي فرقة بيمسكها بيهاجم بيها بيقفل ويهاجم ليه لان هو اصلا كمهاجم واحد مثلا زي كابتن طلعت يوسف ده ده طبيعة لعبه ده كمدافع اي فرقة بيمسكها بيدافع بيها لان هو بيشوف الملعب من الحتة دي جورديولا مثلا مالك الاستحواز والكلام ده كله كان بيلعب في نص الملعب مكانت شافي وإنيستا والحتة دي طيب انت قلت حاجة مهمة دلوقتي عملت تيكي تاكا والشغل كله شايف الملعب من الحتة للمركز اللي هو كانت اه انت قلت حاجة مهمة دلوقتي بقول انه كل واحد بيحط خطته على حسب مكانه اللي كان بيلعب بيه في الملعب هل انت شايف انه هو كان بيعول بشكل كبير على ابو جبل او على حارس المرمى بصفته حارس المرمى والله العظيم جمدة جدا دي وارد فعلا لانه هو شايف بقى من وره يعني هو رؤيته شايف من وره ان ده الاساس وارد انا مش عارفين بس يعني تفسيرها صعب جدا يعني حاجة ملاش ملاش تفسير بس هو كمدرب يعني تدرب اعظم فرق العالم تقريبا يعني السيرة الذاتية بتاعته او السيفي تقيل هو السيفي تقيل بس هو اشتغل مساعد مع السير أليكس فيركسون في منشستر يونيتد كمساعد وليه فعلا كان مواقف مع بيك هام ومع كريستيان ورونالدو مسك في ريال مادريد بس هو فشل في ريال مادريد يعني ريال مادريد لما يمسك فرقة فيها رونالدو الفينومنا رونالدو الظاهرة بتاع البرازيل رونالدو الكبير وفيها فيجو وفيها زين الدين زيدان وفيها بيك هام وروبيرتو كارلوس وراقول وكاسياس وهيرو الناس دي كلها وما يكسبش بيهم البطول الكاس او ويطلعهم كان بيلعب على الدوري فضله اخر خمس مباريات يكسبهم ياخد الدور يخسرهم كلهم وفرقة تانية اخدت للدور فهو برضو مش انجاز هو اه انه يمسك منصب